وبشأن هذا الموضوع ينضم إلينا الآن الأستاذ توفيق الأحميدي رئيس منظمة سام الحقوقية أهلا وسهلا بك أستاذ حميدي أهلا وسهلا بك ومشاهديك أولا أود أن أشكرك للانضمام إلينا اليوم في هذه النشرة أهلا وسهلا أستاذ حميدي بداية ما تقييمك لتقرير المفاوضة الأوروبية لحقوق الإنسان السيدة دونيا مياطوفيتش حول أمركز تغيسكيك لاستقبال اللاجئين أنا باعتقاد يوم أن هذا التقرير مهم على الأقل يضع مجموعة من الملاحظات ومجموعة من التوصيات المتعلقة بالمعايير المنهجية سواء المتعلقة باتفاقية حقوق الاتفاقية الخاصة باللاقيين أو المعايير الأوروبية في هذا الخصوص وأنا باعتقادي أن موضوع اللاجئين في النمسا أخذ بعدا سياسيا في الفترة الماضية ربما أثرت نوعا ما فيما يتعلق بالمعايير الحقوقية وبالتالي أنا باعتقادي أن مثل هذا التقرير ربما يعيد الأمور إلى نصابها وينبه الحكومة النمساوية بدرجة أساسية إلى الالتفات بصورة أكثر إلى المعايير المتعلقة بحقوق الإنسان لللاقيين خاصة ما يتعلق بالأطفال أو بالأمهات أو بشأن المراكز لأنه للأسف الشديد برغم القهود التي تبدلها الحكومة النمساوية واستقبالها لعشرات الآلاف من اللاجئين ومع مراعاة كافة الحقوق الأساسية لهؤلاء اللاجئين إلا أنه نهاية هناك تأثر سواء هذا التأثير حدث بسبب الإمكانات المادية أو بسبب الخطاب السياسي وهذا ربما أحدث نوع من الخلال جعل اليوم المفوضية تنبه لمثل هذه الاختلالات نعم وفي ظل الحكومات النمساوية المتعافية في السنوات الأخيرة على النمسا لماذا نرى ملف اللجوء هو بضاعة لمعظم الأحزاب السياسية؟ هو كما قلت لك للأسف الشديد اليوم الخطاب الشعبوي ليس على النمسا فقط وإنما على المستوى الأوروبي بدرجة أساسية بشكل عام اليوم نلاحظ الخطاب الموجود في فرنسا لاحظنا اليوم الحكومة القديدة في ألمانيا وركز برنامجها لانتخال الحكومي القديد على اللاجئين بدرجة أساسية هناك ملف اللاجئين اليوم الموجود في أوروبا أو في الجهة الشرقية من أوروبا خاصة أوكرانيا الذي اليوم أخذ يعني إذا قلنا أنه أخذ اليوم بعدا إقليميا دوليا في الصراع الروسي الأوروبي على وقه الخصوص واليوم في النمسا كغيرها من الدولة اليوم هناك تعبئة هناك خطاب شعبوي هناك توقه من الناخبين لاختيار الكثير من الأحزاب الشعبوية والتي لها بعد وطني أكبر يوم الأحزاب تحاول أن تستفيد أكبر قدر ممكن من هذا الملف في حصتها أو كعكتها الانتخابية والسياسية نعم ووزارة الداخلية قامت برفض هذا التقرير بشدة هل تعتقد أستاذ حميدي أن الداخلية تمارس سياسة الهروب للأمام؟ وطبعا هذا التقرير بقدر ما هو مهم أن نمسا تحاول أن تلتزم بأعلى معايير حقوق الإنسان وتقدم نفسها على هذا الخصوص لأن اليوم الالتزام بهذه المعايير يعد مكسب من مكاسب أي دولة سواء على دول العالم الأول أو دول العالم الثالث لكن مع ذلك تظل هناك ثغرات وهناك انتهاكات الأمر ليس متعلق بالنمسا الأمر متعلق بكثير من الدول لاحظ فرنسا بريطانيا أسبانيا يعني نحن نرصد على مستوى اللاجئين أو على مستوى طالبي اللقوم في كثير من الدول هناك انتهاكات بلا شك تقاوزات إذا قاز التعبير والنمسا ضمن هذا الأمور لكن الحكومة بالنهاية ترى أنها قدمت المأمول في هذا الخصوص وأنها بذلت قهدها وبالتالي طبيعي أنها ترفض مثل هذا التقرير لأنها ترى أنها ملتزمة بمتفاقيات ومعايير حقوق الإنسان والأمر حتى على مستوى التقرير لم يذهب بعيدا وتحدث عن فئة معينة أو ربما فيما يتعلق بالحد الأقصى من الاستيعاب ربما يتعلق بأمور متعلقة بالرفاهية باللغة بالأمهات بالأطفال لا غير ذلك نعم سؤال الأخير لك أستاذ حميدي كيف تقيمون وضع الهجرة في أوروبا خاصة في المأساة الأخيرة التي يعيشها الآن المئات وربما الآلاف من الأشخاص على الحدود البيلاروسية البولندية ملف الهجرة أصبح ملفا سياسيا أكثر من كونه ملفا إنسانيا اليوم هناك بؤرة واضحة في أوكرانيا هناك بؤر أخرى الإعلام لم يسلط عليها الضوء ربما لعدم بعدها السياسي اليوم البؤرة المتعلقة بإنطاليا متعلقة بأسبانيا المهاجرين الذين يعبرون سواء من المغرب أو عبر البحر الأبيض المتوسط هناك المأساة حدثت ما بين فرنسا وما بين بريطانيا في النهاية الأوروبيون ينظرون لهذا الموضوع بأنه في النهاية الأمر متعلق بأمن قومي هذا الأمن له أبعاد متعددة سواء البعد الأمني أو الثقافي أو إلى غير ذلك من هذه الأبعاد هذا اليوم حتى عملية الحدود بدأت الهجرة تعيد رسمها وفق فلسفة جديدة وهذا الأمر خلق نوع من التكامل كما ذكرت لك اليوم الالتفاف الأوروبي فيما يتعلق بالصراع مع روسيا إلى كان قبل الأمر متعلق مع تركيا اليونان إلى غير ذلك وبالتالي الأمر لا يمكن أن يأخذ من بعد واحد بالنهاية هذه الدول تقول علينا التزامات لشعوبنا هناك التزامات متعلقة بالأمن القومي للأسفة الشديدة هذا الأمر قعل الملف اللاجئين وببعده الإنساني يختفي خلف هذه المبررات كلها للأسفة الشديدة شكرا لك أستاذ توفيق حميدي رئيس منظمة سام الحقوقية على المداخلة كنت معنا من فيينا شكرا لك شكرا لك شكرا لك